اشتركوا في القناة ملف المتخلفين عن الخدمة في جيش النظام ووضع حد لانتشار السلاح إضافة لملف المطلوبين في قضايا أمنية ولعل النقطة الأهم هي السيارات المسروقة أو تلك التي لا تحمل أوراق قانونية الشبكة نقلت عن مصدر أمني لم تسمه أن النظام اتخذ القرار فيما يتعلق بنشر دوريات مشتركة لأجهزة المخابرات والشرطة والدفاع الوطني التابع له في مناطق متفرقة مع وجود قوة مؤازرة للجيش في الثكونات لأي طارئ وللتدخل السريع أما الهدف فهو توقيف السيارات المسروقة والتي لا تحمل أوراق قانونية والتدخل في الحوادث الأملية ومكافحة العصابات مع ورود تعليمات بإنهاء المجموعات المدنية العاملة مع أجهزة النظام بحسب الشبكة وفي المقابل قطع العشرات بسياراتهم مدخل مدينة السويداء احتجاجاً على نية النظام مصادرة السيارات المسروقة كما شهدت المدينة تجول مواكب مسلحة من أصحاب هذه السيارات في تحدي واضح وصارخ للنظام وقراراته بقي أن نشير إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف سيارة مسروقة أو بلا لوحة في السويداء يقتنيها أفراد من فصائل مسلحة أو عصابات إضافة لمدنيين بحسب السويداء 24 ناهك عن إحجام معظم الشبان عن الذهاب إلى الخدمة في جيش النظام نظام لا يبدو أن ما يرنو إليه فيما يخص إعادة المدينة إلى بيت الطاعة أمراً سهلاً